حياكم وبياكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجعلن وياكم من أوليائه المتقين مرحبا بكم في برنامج مع عسين يوسب اليوم سأتكلم عن معنى الحرية بمفهوم الشرع ربما للأسف أنا كلام لا يعجب الكثير وهذه ربما خصلة سيئة به لا أدري لماذا لكن سأتكلم عن الحرية منطوق الحرية في دين ربنا الأصل إذا أنا اختلفت معك أنت أو أنت اختلفت معي أن نرجع لقال الله لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أردت أن أرجع للهوى وأنت ترجع للهوى فلان يرجع للهوى من الحكم عقول الناس تتفاوت والأهواء تختلف منهم من هواه أن يعتلي عرشا ومن من هواه أن يجمع مالا ومنهم من هواه الدين واضح؟ فلهذا الحكم دائما هو قال الله قال الرسول بكل شيء حتى في الطعام كان الصحابة اختلفوا في الطعام رضي الله تعالى عنه احتكموا للدين في الطعام في شرب الماء يحتكمون للدين فكيف إذا طرأ علينا شيء حرية يجب أن نحتكم للدين بداية ما هي الحرية تعريف الحرية لو سألت أنا أريد أن أبتدأ باللغة الحكم اللغة لو سألنا مثلا ما تعريف الحرية وتبادر للذهن ما هي الحرية شيء هو أن لا أكون عبدا لا أنت عبد لله ولنظام الله ولديانة الله ولدين الله ولكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت عبد إذن ما هو منطلق الحرية؟ أن لا أكون عبدا عند رجل أن لا أكون عبدا عند رجل لم نحتكم لهذا الحرية في الشرع اسمع الحرية في الشرع هو تمكن الإنسان من الفعل الذي يعبر عن إرادته في أي ميدان من ما يدين الفعل وبأي لون من ألوان التعبير هذا تعريف الحرية أنا أريد أن أعبر عن نفسي بأي ميدان هاتف تويتر فيسبوك أي شيء وبأي لون ألوان التعبير شتم قذ أعبر عن رأيي بالصورة بتعليق بفيديو هذا حرية التعبير كتعريفها شرعا لهذا إذن بما أن هذا تعريفها إذن يدل على أن حرية التعبير ترجع للإنسان بما أنها ترجع للإنسان إذن هي نسبية بمعنى آخر ربما أنا حدود الحرية عندي تختلف عن حدود الحرية عندك لأن لا يوجد ديني حكمنا أنا أرى أن حرية تنتهي إذا شتمتك أنت ترى حريتك تنتهي تنتهي إذا لم تشتمني إذن ما الحكم دين الله جل وعز شانه لهذا الحرية مطلقة لا قيود لها كلمة حرية مطلقة ليس عليها قيود لهذا الله عز وجل ماذا قال ومن أضل اسمع يا أخي كل شيء يخرج أو يبتعد عن طريق القرآن ضلالة يعني بما على آخر لو جاء رجل أريد حرية أقول خذ حرية خذها بما شئت كيف ما شئت كيف ما أردت لكن اتبع في قوله تعالى ومن أضل ومن أضل ممن اتبع هواه بغيري هدى من الله إذن ما الذي يقيد الحرية الشرع بنص كتاب الله سبحانه وتعالى ما الذي يقيد الحرية الشرع بنص كتاب الله جل وعز شانه لهذا لهذا لا يوجد في القرآن كلمة حرية أبدا من أول القرآن لآخره لا يوجد كلمة حرية رغم أعيد أن الإسلام جاء يخرج الناس من عبودية البشر ومن عبودية الأصنام لكن القرآن لم يتطرق لكلمة حرية تعلم لماذا لأنه لا يوجد لنفس خلقها الله حرية مطلقة أبدا لا يسأل عما يفعل رب العباد نحن نسأل إذن ما الحكم شرع الله عز جل هذا لا يوجد كلمة حرية أبدا في القرآن ربما يأتي الرجل يقول دقيقة يا وسيم إنما تفضل وردت حرية بقول عمر الأثر الذي ثبت عن عمر بالخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا سلمنا لك أن القصة صحيحة تسليم مطلق لكن هنا عمر رضي الله تعالى عنه قال أهل العلم رحمهم الله وقصد عمر نرجع للدين قصد عمر في قوله متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا لم يقصد بها الحرية لم يقصد بها الحرية المطلقة وإنما أراد الحرية التي ضد العبودية التي الآن في عصرنا غير موجودة عبيد هذا ما نعب فلان يعني العبيد والجواري أراد عمر هذا المعنى إذن من مطلق كلمة الحرية إذن لا قيود لا حدود حرية بلا غاية أعطني حرية لها غاية يعني الآن الذين ينادون نريد الحرية ما غايتك من الحرية وعبر عن رأيه بطار الشرع عبر ما عندنا مشكلة بطار الدين عبر لكن لا تخرج عن طاقة الدين إذن الحرية يريدونها من أجل ماذا الحرية حتى يصبح الإنسان كالبهيمة عزكم الله لا قيود لها إذن الحرية بهذا المنطلق أصبح معناها ماذا الفوضى لنرجع قليلا لتاريخ كلمة الحرية لأننا للأسف نحن الآن أمة لا نقرأ نحن الآن أمة الإعلام الإعلام الحديث أي معلومة تصل لنا عن الإعلام الحديث نسلم بها ونفسهم بها بالعشر نقرأ غير مكلفين بالقراءة لذا أحد لما قالت أحد الوزراء الإسرائيليين لما قالت أمة العرب لا تقرأ وإذا قرأت تفهم خطان وإذا فهمت صح بالوجه الصحيح تنقل خطان لذا نحن أمة لا نقرأ إلا ما رحم ربك الحرية أول من استخدم كلمة الحرية هم اليهود وقالوا أنهم شعب الله المختار وأن الله خلق السائر الأمم حيوانات بصورة بشر لخدمة اليهود بل جاء في كتاب التلمود اسمع إن الأمم هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار وكلما مات منهم حمارا سخر الله لنا حمارا آخر هذه الحرية عند اليهود ولهذا لو أراد اليهود أن يستدلوا على أن لهم الأفضلية لاستدلوا من قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين إذن إذن لا غرابة لما قال اليهود أن الله عز وجل خلق كل الأمم حمير لنا لا غرابة أن يقول الله عز وجل لشانه عنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارا الجزاء من جنس العمل قلتم عن الشعوب حمير وهذا المثل ضرب لهم إلى يوم الدين لهذا كلمة الحرية هو دس السم في العسل كلمة الحرية دس السم بماذا في العسل ويسعون في الأرض فسادة والله لا يحب المفسدين إذن لا يحب المفسدين من يا رب الذي يخرج عن إطار الشر إذن الحرية كلمة استخدمتها المنظمات في كل شيء حتى المنظمات حرية التعبير حرية الرأي والرأي الآخر لا يجد في الإسلام رأي ورأي آخر لكن ربما يتسأل لا يوجد رغم أنفك نعم إذا لم يرد نص في كتاب الله يوجد رأي ورأي آخر أنا معك لكن إذا ورد نص لا لا رأي ولا رأي من نحتكم لله فاستخدموا كلمة الحرية الرأي والرأي الآخر حرية التعبير الحرية الشخصية افعل ما شئت كيف ما شئت ما ما شئت أنت إنسان واستخدموا حرية المرأة إذن ماذا كلمة استخدمها استخدمها يعني العوام قبل الإسلاميين كلمة الحرية لهذا اليهود اليهود اسمع في التلمود اسمع كلمة الحرية تضع كل مجتمع في صراع مع السلطة حتى لو كانت السلطة من الله في كتاب التلمود عقل يمشون على خطط كلمة الحرية تضع كل مجتمع في صراع مع السلطة حتى لو كانت هذه السلطة من الله يعني حتى مع رب مع الله نتصارع من أجل كلمة الحرية من قالها اليهود لهذا أوروبا لما دخل عليهم اليهود استغل اليهود جهل أوروبا لا أقول جهل أوروبا بل جهل الكنيسة الأوروبية لأن الكنيسة الأوروبية كانت تسيطر على المجتمع الأوروبي بسم الله حتى نحن الآن نحن يعني السنة الذين من قبلنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه الآن بعض الأسف التوجوات الدينية يريدونك نعجة باسم الدين وخاروفا باسم الدين وأسدا باسم الدين ومنافق باسم الدين اليهود استخدموا هذا في أوروبا في العصور المظلمة فسيطروا ماذا عليهم بعدما لأن الكنيسة لجهل الكنيسة لم تستطع استيعاب الشعب ماذا الأوروبي لهذا أصبح الصراع بين الكنيسة مثلا وداروين الذي قال بنظرية الارتقاء وأن الخلق يتطور من ذاته كنيسة رفضها فأنشأ الصراع داروين استعطف من؟ استعطف الجماهير من الذي دعم داروين في هذه النظرية؟ اليهود سقطت هيبة الكنيسة أول خطوة هذه مسألة فأيدت اليهود فعلا دارو وقامت معه ودعمت في سبيل إسقاط هيبة ماذا؟ الكنيسة فأصبح المجتمع الأوروبي ينسلخ ينسلخ عن ماذا؟ عن الكنيسة ويتج إلى المجتمع المادي كما يجرى الآن في أمة الإسلام بل لم اسمع اليهود لم يعني لم يكتفوا بداروين لا لا بل بعثوا لهم كل عالم نفس منهم فريد صاحب التفسير الجنسي للسلوك وظفوه في وسط أوروبا هذا الرجل وظيفته أن كل فعل يقوم به الإنسان أجل الجنس وأصبح يروج هذا بين المجتمع الأوروبي شف يعني يأتي للرجل حتى أبين لك يقول له لماذا أنت تعمل؟ قال من أجل توفر مال لماذا توفر مال؟ حتى تتزوج ها أجل الجنس شف انظر للذكاء يريد أن يغرس في المجتمع ماذا؟ أنك حر يأتي مثلا للرجل عنده بنت يقول له لماذا تنفق على بنتك؟ حتى تكبر لماذا تكبر؟ حتى تأفرح بها وتتزوج ها رأيت؟ من أجل الجنس جعلوا له قيمة في وسط المجتمع الأوروبي فأصبح الشعب الأوروبي يلتفت يلتف حوله حتى أصبح المجتمع الأوروبي مجتمع جنسي بحت فأخرجوا العالم بعد ذلك لهد لم يكتفوا أخرجوا في وسط أوروبا رغم أنه من أهل الكتاب نظرية الإلحاد بل أول من روج لكلمة مات الإله هو يهودي في المجتمع الأوروبي مات الإله فأصبح الشعراء والكتاب يستخدمون هذه الكلمة مات الإله مات الإله مات الإله مات الإله واضح جاء بعد ذلك روسو اسمه روسو أنكر وجود القيم وجعلوها معطلة قالوا ما يجد قيم إيش القيم هذه إيش قيم المجتمع إيش قيم الأعراق إيش قيم هذا شوف الحرية ماذا صنعت الحرية ماذا صنعت قال ما يجد قيم إيش قيم إيش زواج في كنيسة إيش قيم أن المرأة تبقى عذراء ما هذا القيم فأصبحوا يقومون بالتصدر للمجتمع الأوروبي وهم يهود ليخرجوا أوروبا من القيم حتى كانت على مستوى لعبة ما تنس أتوقع كانت المرأة الأوروبية تلعبها محتشمة حتى دخل فيها في هذه الرياضة اليهود ليس هذا فحسب بل الجانب الفكري الجانب السياسي سيطروا على السلوك جعلت أوروبا توغلت في مجتمع الفرنسي توغلت وأول ثورة عرفتها أوروبا الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية التي قامت كان أول لافتة اسمع أول لافتة رفعت في الثورة الفرنسية الحرية كتب عليها الحرية والذين قاموا بها اليهود وأول ما كتب عليها الحرية إذن هذا ليس شيء جديد على التاريخ ليس شيء جديد على التاريخ لهذا جاء في برتوكولات اليهود في أوروبا واعلم أن الدنيا كانت وتتكون من ثلاث كلمات حرية عدالة مسواة حرية عدالة مسواة قدموا الحرية على كل شيء حتى على العدل بعدما انتهى وجعلوا أوروبا بأيديهم توجه اليهود للعالم الإسلامي توجه اليهود للعالم الإسلامي لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لهذا أصبحت كلمة الحرية تعاد الدين يعني بمعنى آخر لو جاء رجل قال أنا حرية يا شيخ ما أنت حرية نريد حرية قال تعالى يعني أنا مسلم أريد أن أكفر يا أخي ما عجبني الإسلام قال تعالى لا يكرهها في الدين انظر كيف حتى الآيات حرفوها لا يكرهها في الدين يا أخي قبل الدخول تدخل ولا كيفك لا تدخل لكن بعدما تدخل ممنوع أن تخرج لأنني أنا لم أجبرك على دخولي الإسلام فجئت طوعا لهذا تجبر على البقاء عليه والموت عليه ونفاقك بينك وبين ربك فقال لا لا يكرهها في الدين والذي يرتد لنفسي استخدموا كلمة الحرية استخدموا كلمة الحرية في التعبير عن الآراء حتى لو كان يعاد الدين حتى لو كان يعاد الدين أريد أن نستخدم كلمة حرية لماذا علمه عند ربي